يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على حسين ونحره الدامي وصدره الضامي سلام عليكم جميعا زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز الحلقة الرابعة بعد العاشرة ومن سركي فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جفاكي فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وصلكي فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وصلكي فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وصلكي صلى الله وآله وآله لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبي أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيتي عنه صاخط على من سخطي على مني متبرئ من من تبرأت منه موالي لمن وليتي معادي لمن عاديتي مبغضا لمن أبغضتي محبا لمن أحببتي لا زال حديثي يتواصل في الجواب على سؤال عن مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله هل توفي رسول الله مقتولا مقتولا أم أن الأمر ليس كذلك في الحلقتين الماضيتين عرضت بين أيديكم الكثير من المعطيات ولا أريد أن أعيد ذكرها لضيق الوقت فقد ذكرت لكم في الحلقة الماضية أن تكون حلقتنا هذه هي الحلقة الأخيرة ولا أدري فإن المطالب كثيرة أحاول أن أختصر بقدر ما أستطيع إن لم أتمكن فستكون حلقة يوم غد هي الحلقة الأخيرة سأختصر المطالب بقدر ما أستطيع الموضوع حساس جدا وخطير جدا ولم يطرح ولم يطرح على الإطلاق لا في الأجواء السنية ولا في الأجواء الشعية بهذا المستوى من الطرح الذي وضعته بين أيديكم لا في الكتب ولا في وسائل الإعلام لا على المنابر ولا على الشبكة العنكبوتية ما يطرح هنا في هذه الحلقات هو طرح الحقائق وعليكم أن تتعاملوا مع هذه المعطيات وفقاً للقانون المحمدي إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب النورة ليس مهماً أن أحدثكم من كتب الشيعة أم من كتب السنة ابحثوا عن الحقيقة فإن الحقيقة تحمل قيمتها في نفسها ولذا فإنني في الحلقتين الماضيتين وفي هذه الحلقة ما بقي من كلام عندي سأعرض ما أعرض من معطيات من كتب الشيعة ومن كتب السنة على حد سواء كي تكون الصورة واضحة وجلية بين أيديكم غاية ما أطلبه منكم أن احترموا عقولكم ولا تعبأوا بي ولا تعبأوا بشيعية الكتاب أو سنيته ابحثوا عن الحقيقة بما هي هي وسأشكل معكم في نهاية الأمر لوحة كبيرة متكاملة إذا ما رفعتم جزءا منها فإن اللوحة ستكون معيبة ومخرومة لأنني حاولت قدر الإمكان أن أختصر الموضوع وأن أضع بين أيديكم المعطيات الضرورية والضرورية جداً كل المعطيات التي تقدم ذكرها في الحلقتين الماضيتين كلها كل المعطيات تصرح تصرح بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قتل قتل مسمومة هذه الأمة قتلته إنهم الصحابة الصحابة اللعناء الذين قتلوا رسول الله بالتعاون مع بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله هذا هو الذي جرى على أرض الواقع ومن هنا فإن الأمة تاهت في ضلالها وجهلها وجهالتها إلى هذه اللحظة وإلى يوم ظهور قائم آل محمد صلى الله عليه باستثناء الذين تمسكوا بعروة فاطمة وآل فاطمة إنهم أولياء قائم آل محمد صلوات الله وسلامه على محمد وآل محمد وقائمهم لن أطيل في مقدمة حديثي سأذهب إلى شورة التحريم إلى أهم نص يرتبط بموضوعنا يا أيها النبي إنها الآية الأولى بعد البسملة من سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إلى الآية السابعة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمِ هذا الخطاب لمن؟ لأبطال هذه الواقعة لرموز هذه الواقعة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمِ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَسْتُ بِصَدَدِ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَاتِ وَإِنَّمَا سَأَذْهَبُ إِلَى الْجِهَةِ الَّتِي تَرْتَبِطُ بِمَوْضُوعِ هَذِهِ الْحَلَقَاتِ إِنَّهُ إِنَّهُ مَقْتَلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله لا أريد أن أحدثكم بما كتبه في تفاسيرهم مفسر سقيفة بني ساعدة ولا أريد كذلك أن أتناول بالعرض ما ذكره في تفاسيرهم مفسر سقيفة بني طوسي لا شأن لي بالسقيفتين ولا بدينهما ولا بتفاسيرهما ولا بما ذكر المفسرون من السقيفتين كل هذا أضعه جانبا هذه الآيات لا بد أن نأتي إليها ونحن قد فرغنا أذهاننا من قذارات السقيفتين السقيفتين إذا جئنا إلى الآيات وفي أذهاننا وفي تفكيرنا ما سطره مفسروا السقيفتين الضالتين فإن الحقيقة فإن الحقيقة ستضيع وتغيب وتتلاشى من بين أيدينا علينا أن نعود ونحن قد نظفنا عقولنا عقولنا من قذارات السقيفتين من قذارات السقيفة بني ساعدة ومن قذارات السقيفة بني طوسي أتمنى أن تتواصلوا معي في فهم ما تحدثت عنه سورة التحريم وفقا لهذه المقدمة مجموعة من المفردات لا بد لا بد أن نضعها أمام أعيننا ونحن نقرأ هذه الآيات المفردة الأولى مفردة التحريم بحسب منطق القرآن بحسب بحسب منطق العترة الطاهرة بحسب منطق بيعة الغدير حينما يأتي الخطاب في الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك هذا الخطاب يريد أن يكرس الواقعة التي يجري الكلام عنها هنا سأقرأ عليكم ما جاء في تفسير القموة وأتمنى عليكم أن تتابعوني بدقة الموضوع يحتاج إلى ترتيب فكري لماذا لأن القوم ضيعون ضيعون في جهالاتهم وتفاهاتهم وسفاهاتهم أتحدث عن حمير الشيطان عن المراجع الطوسيين اللعنة هذا هو تفسير القموة وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية إنها أحاديث العترة في تفسير قرآنها لكن الكتابة تعرض للتحريف والتصحيف والخلط والخبط ومع ذلك فإن الحقائق لا زالت واضحة في هذا الكتاب هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في صفحة العاشرة بعد السبعمائة في بيان مضامين آيات سورة التحريم إنها السورة التي نحن بصدد الحديث عنها الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرموا ما أحل الله لك قال قال إمامنا الصادق بخصوص هذه الآية بخصوص هذا التحريم اطلعت عائشة وحفصة والخطاب في السورة لامرأتين مثل مثل ما نقرأ في الآية الرابعة بعد البسملة من السورة نفسها إن تتوبى إلى الله فالخطاب لامرأتين الإمام الصادق يقول اطلعت عائشة وحفصة على النبي وهو مع مارية إنها مارية القبطية المصرية وهو مع مارية رجل مع امرأة فقال النبي صلى الله عليه وآله بعد أن جرى ما جرى وسيأتي التفصيل والله النبي أقسم والله ما أقربها بعد هذه الواقعة والله ما أقربها فأمره الله أن يكفر يمينه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك هل هذا تحريم تشريعي لا يمكن أن يكون هذا التحريم تشريعيا هل نتوقع من أن النبي صلى الله عليه وآله يحرم شيئا حل له الله هل هذا ممكن أي نبي هذا أي نبي هذا أي نبوة هذا هذا التحريم ما هو بتحريم تشريعي النبي مشرع الله سبحانه وتعالى أوكل شرعه لنبيه الأعظم النبي مشرع نحن حينما نقول الشارع المقدس فإننا نقصد رسول الله لا شأن لنا بالأخرين ماذا يقصدون لكنني على الأقل أتحدث عن ديني وعقيدتي فحينما أقول الشارع المقدس إنه رسول الله إنه سيد الكائنات إنه محمد صلى الله عليه وآله الله أوكل تشريعه وتكوينه إلى محمد صلى الله عليه وآله لكننا نتحدث في سياق هو سياق بشري هذا الخطاب وهذا الكلام يأتي في سياق كلام مع مجتمع بشري يدين بدين الإسلام التحريم هنا ليس تحريما تشريعيا هذا تحريم شخصي بإمكاني أن أحرم على نفسي شيئا في حدود دائرة حرية الشرعية حرية الشرعية هي دائرة المباحي بالنسبة لي وحينما أحرم شيئا على نفسي من المباحات فإنني لا أقول من أن التحريم شرعي لغاية من الغايات لمنفعة من المنافع لدفعي مضرة من المضار فإن فإنني أحرم على نفسي شيئا هذا ما هو بتحريم تشريعي هذا تحريم شخصي فالآية تقول لرسول الله يا أيها النبي لم تحرم على نفسك تحريما شخصيا لأمر حلله الله لك الآية هنا لا تعتب على النبي الآية هنا تواسي النبي صلى الله عليه وآله بالضبط مثلما نقرأ في سورة طه ماذا نقرأ في سورة طه بعد البسملة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هذه الآية تواسي رسول الله هذه الآية تظهر حنان الله مع رسول الله مع رسول الله الآية تقول لرسول الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هذا القرآن للآخرين إلا تذكرة لمن يخشى هذا القرآن أنزل من خلالك يا رسول الله أنزل تذكرة لمن يخشى النبي يتعب نفسه كي يمثل الأسوة الكاملة للمسلمين سبحانه وتعالى يقول له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتتعب نفسك كل هذا التعب نحن أنزلنا القرآن تذكرة لمن يخشى وأن تخارج هذه الدائرة يا رسول الله ومثل هذا الخطاب متكرر في الكتاب الكريم يا أيها النبي لم تحرموا تحريما شخصيا القرآن ضرب لنا مثلا في التحريم الشخصي في سورة آل عمران إنها الآية الثالثة والتسعون بعد البسملة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إسرائيل هذا الكلام في زمان يعقوب النبي ويعقوب هو إسرائيل وإسرائيل كلمة عبرية تعني صفي الله تعني ولي الله كل الطعام طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة التوراة أنزلت في عهد موسى وبنوا إسرائيل عندهم أنبياء كثر قبل نزول التوراة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل لا يوجد شيء محرم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهذا ما هو بتحريم شرعي إنه تحريم شخصي ولكن إكراما وإجلالا لنبيهم لنبيهم فإن التحريم الشخصي ليعقوب النبي صار تحريما شرعيا في حق بني إسرائيل وإلا فإن إسرائيل لم يحرم تحريما شرعيا أقرأ عليكم من العياشي من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية هذا هو الجزء الأول من تفسير العياشي الذي كان معاصرا للكلين من رجال الغيبة الأولى والرجل أساسا لم يكن شيعيا تشيع بعد ذلك واهتدى إلى الحق على أي حال هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة بعد المائتين إنه الحديث السادس والثمانون عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أصادق صلوات الله عليه عن قول الله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قال إن إسرائيل وهو يعقوب النبي قال إن إسرائيل كان إذا أكل لحوم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل وهذا ما هو بتحريم تشريعي هذا تحريم شخصي مزاج مزاج يعقوب النبي مزاج تغذيته مزاج صحته لا يتناسب مع لحوم الإبل إن إسرائيل كان إذا أكل لحوم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة ومعروف معروف حتى في زماننا الآن هناك كثير من الناس إذا ما تناولوا لحم الإبل يصيبهم وجع ألم يتغير مزاجهم الصحي لا أقول من أن الأمر يكون حاصلا لكل الناس لبعض الناس وهو أمر معروف حينما يأكل الناس مثلا لحم الغنم الشيء الطبيعي لا يصابون بألم أو وجع لا يعانون من مشكلة في الجهاز الهضمي بنحو عام لكن في لحم الإبل هناك من الناس من عندهم حساسية اتجاه لحم الإبل وهذا الأمر معروف إن إسرائيل كان إذا أكل لحوم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل احتراما احتراما لرغبة النبي صار هذا الأمر تشريعا دينيا عند الإسرائيليين لأن الإسرائيليين أساسا ما كان عندهم من تحريم بخصوص الأطعمة الآية واضحة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل وذلك من قبل أن تنزل التوراة التوراة نزلت من بعد إسرائيل في زمان موسى فلما أنزلت التوراة لم يحرمه لم يحرمه لم يحرمه الله في التوراة أو لم يحرمه موسى النبي المطبوع هنا ولم يأكله ولم يأكل وفي ما يبدو من السياق أن القراءة الصحيحة ولم يؤكله وليس ولم يأكله ولم يؤكله أي أنه لم يطلب من بني إسرائيل أن يأكلوه وفي الوقت نفسه لم يحرم عليهم أكل لحوم الإبل متى هذا؟ حينما نزلت التوراة في عهد موسى ولكن قبل نزول التوراة كان لحم الإبل محرما على بني إسرائيل هذا بحسب معلوماتنا لا بحسب معلوماتهم لا شأن لنا بمعلوماتهم وماذا يقول اليهود نحن نتحدث عن معلومات قرآننا ومعلومات أحاديث العترة الطاهرة عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن قول الله وقال الله وقال كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ما هو بتحريم تشريعي إنه تحريم شخصي قال الصادق إن إسرائيل كان إذا أكل لحوم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل حرم على نفسه تحريماً شخصياً نفسياً وذلك من قبل أن تنزل التوراة فلما أنزلت التوراة في عهد موسى لم يحرمه موسى لم يحرمه الله لم يحرمه في التوراة ولم يؤكله ولم يؤكله لم يدعو بني إسرائيل إلى أكله ماذا يعني ذلك؟ إن الأمر مباح متى في عهد موسى فماذا يعني؟ هذا يعني أن التوراة ستكون خلية أتحدث عن توراة موسى بحسب ما يتحدث قرآننا وما تتحدث العطرة الطاهرة فإن التوراة ستكون خالية من ذكر لحم الإبل بالنسبة لنا هذا دليل على أن التوراة الموجودة الآن محرفة لأن التوراة الموجودة الآن عند اليهود ورد فيها ذكر تحريم لحم الإبل هذا هو الكتاب المقدس بين يدي والذي يجتمل على العهدين العهد القديم إنه الكتاب المقدس عند اليهود والعهد الجديد وهو الكتاب المقدس عند النصارى دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط هذه المؤسسة التي تنتمي إليها هذه الطبعة وقد ترجم من اللغات الأصلية من اللغات الأصلية كتاب العهد القديم لغته الأصلية العبرية والتي هي الأرامية أساساً وكتاب العهد الجديد لغته الأصلية بحسب أقدم نسخي كتاب العهد الجديد اليونانية حديثنا عن التوراة كتاب العهد القديم يجتمل على التوراة وعلى سائر الأسفار اليهودية الأخرى التوراة التوراة في كتاب العهد القديم تجتمل على خمسة أسفار بقية الأسفار هي خارج التوراة إذا ذهبنا إلى سفر اللاويين وإلى الأصحاح الحادي عشر في الأصحاح الحادي عشر ومن الفقرة الرابعة وما قبلها كل ما شق ظلفاً وقسمه ظلفين ويشتر من البهائم فإياه تأكلون كل ما شق ظلفاً وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما يشق الظلفة الجمل الجمل لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفاً فهو نجس لكم فهذا تحريم واضح في سفر اللاويين في الأصحاح الحادي عشر تحريم تحريم لأكل لحم الجمل إلا هذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما يشق الظلف الجمل لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفاً فهو نجس لكم هذا في سفر اللاويين من أسفار التوراة وكذلك في سفر التثنية وهو من أسفار التوراة وهو السفر الأخير من أسفار التوراة فما بعد التثنية تبدأ الأسفار اليهودية الأخرى في كتاب العهد القديم إنه الأصحاح الرابع عشر وكل بهيمة من البهائم تشق ظلفاً من الفقرة السادسة وكل بهيمة من البهائم تشق ظلفاً وتقسمه ظلفاً وتشتروا فإياها تأكلون إلا هذه فلا تأكلوها مما يشتروا ومما يشق الظلفا المنقسم الجمل والأرنب والوبر لأنها تجتروا لكنها لا تشق ظلفاً فهي نجسة لكم الجمل واضح الأرنب واضح الوبر هو حيوان صحراوي يكون بحجم الهرة وربما يكون أكبر منها بقليل من الحيوانات التي تربى في البيوت كالهرارة الهرارة الكلام واضح في تحريم لحم الجمل بالنسبة لنا هذا يعني أن توراة هذه محرفة لأن القرآن حينما نقرأه هكذا يقول كل طعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين تعالوا كي نقرأ التوراة فأين هو تحريم لحم الجمل فيها لأن هذا لم يكن قد ذكرته توراة موسى مثل ما قلت لكم إننا نتحدث بحسب معلوماتنا في قرآننا وبحسب معلوماتنا في أحاديث العترة الطاهرة وإلا ففي كتابهم المقدس في زماننا تحريم لحم الجمل واضح ومتكرر وقد قرأت ذلك عليكم فحتى لو كان الكلام صحيحاً من أنه قد ورد في التوراة وهو خلاف منطق قرآننا فهذا التحريم أساساً كان تحريماً شخصياً ولم يكن تحريماً تشريعياً وإنما جعل تحريماً تشريعياً على بني إسرائيل إكراماً لنبيهم يعقوب وما كان في شرعتهم آنذاك من تحريم لأنواع كثيرة من الطعام فكل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل القرآن إذن ضرب لنا مثلاً في شرعة الأنبياء من أن الأنبياء يحرمون تحريماً شخصياً وهذا التحريم تحريم شخصياً وإلا كيف نتصور أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم تحريماً شرعياً لأمر حل له الله هذا الكلام ليس منطقياً أي نبي هذا وأية نبوة هذه فهذه المسألة لا بد أن يلتفت إليها وذكرها في هذه السورة هو جزء من برنامج سيتضح أمره لكنني أردت أن أبين لكم هذه المفردات كي لا تختلط عليكم الأمور أنا لست بصدد تفسير هذه الآيات وإلا فإن الكلام سيكون حينئذ مطولاً ومفصلاً إلى حد بعيد أعود إلى تفسير القموي بعد أن أورد علي بن إبراهيم الرواية عن إمامنا الصادقي استمر علي بن إبراهيم يذكر ما يوضح مضمون الآيات قطعاً من رواياتهم وأحاديثهم وهذا موجود في كل التفسير فعلي بن إبراهيم في بعض الموارد يذكر النص كاملاً وفي بعض الموارد يجمل المضامين وهي هي أحاديثهم ورواياتهم الشريفة كان سبب نزولها الحديث عن سبب نزول هذه الآيات في سورة التحرين كان سبب نزولها أن رسول الله كان في بعض بيوت نسائه في بعض بيوته في بعض الغرف فالغرفة يقال لها بيت ويقال لها قبة ويقال ويقال لها في كلام العرب فعينما تقول الأحاديث من أن النبي كان في بيت أم سلمة في بيتها يعني في غرفتها يعني في الجناح الخاص بها كان سبب نزولها أن رسول الله كان في بعض بيوت نسائه وكانت مارية القبطية تكون معه تخدمه وكان ذات يوم في بيت حفصة في غرفتها في جناحها فذهبت حفصة في حاجة لها فتناول رسول الله مارية تناولها كان بينه وبينها ما بين الرجل والمرأة فتناول رسول الله مارية فعلمت حفصة بذلك فغضبت وأقبلت على رسول الله وقالت يا رسول الله هذا في يومي وفي داري وعلى فراشي فاستحيا رسول الله منها فقال كفى كفى كلاما فقد حرمت مارية على نفسي عائشة كانت تكره مارية لماذا؟ لأن مارية كانت جميلة ولأن مارية كانت ولودة وعائشة لم تكن جميلة وكانت وكانت عاقرا كانت لم تكن ولودة ورزق رسول الله ولدا من مارية القبطية رضوان الله تعالى عليها إنه حسد النساء حسد النساء فقال كفى فقد حرمت مارية على نفسي ولا أطأها بعد هذا أبدا هذه التعابير تعابير فقال علي بن إبراهيم اختصر فيها الأحاديث وإلا فإن الرواية أسابقة واضحة فقال النبي والله ما أقربها النبي حلف وأقسم ولذا فإن السورة هكذا تقول في الآية الثانية بعد البسملة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم فقال كفى فقد حرمت مارية على نفسي ولا أطأها بعد هذا أبدا وأنا أفضي إليك سرا إذا نظرنا إلى الأمر بصورة ساذجة فكأنه يريد إرضاءها وأنا أفضي إليك سرا فإن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فقالت نعم ما هو فقال إن أبا بكر يلي الخلافة بعد ثم من بعده أبوك عمر فإن الحديث مع حفصة فقالت من أخبرك بهذا قال الله أخبرني وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وأنا أفضي إليك سرا فإن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فقالت نعم ما هو فقال إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي ثم من بعده أبوك فقالت من أخبرك بهذا قال الله أخبرني فأخبرت حفصة عائشة من يومها ذلك مباشرة مع أن النبي أخذ عليها عهدا ألا تخبر أحدا بذلك فأخبرت حفصة عائشة من يومها ذلك وأخبرت عائشة أبا بكر فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له إن عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء ولا أثق بقولها فأبو بكر لا يثق بقول ابنته حسبي ما جاء مذكورا في تفسير القمي إن عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء ولا أثق بقولها فاسأل أنت حفصة فجاء عمر إلى حفصة فقال لها ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة فأنكرت ذلك قالت ما قلت لها من ذلك شيئا فقال لها عمر إن كان حقا فأخبرين حتى نتقدم فيه حتى نرتب أمورنا فقالت نعم قد قال رسول الله ذلك فاجتمع هنا بحسب الطبعة فاجتمع نقاط إذا ذهبنا إلى المصادر القديمة التي نقلت عن تفسير القمي على سبيل المثال هذا تفسير البرهان لهاشم البحراني ألف مية وسبعة وفاته كانت بنحو تقريبي في حدود ألف مية وسبعة للهجرة هذا هو الجزء الثامن من طبعة مؤسسة الأعلمي هذه الطبعة التي طبع فيها تفسير البرهان في ثمان مجلدات في الصفحة الحادية والخمسين أورد الرواية عن تفسير القمي قطعا في زمانه في نسخة موجودة في زمانه المكان الذي هو فراغ هنا موجود في تفسير البرهان فاجتمع أربعة على أن يسموا رسول الله هذا الفراغ حذفت منه كلمة أربعة من هم الأربعة الذين ذكرت أسماؤهم أبو بكر وعائشة وعمر وحفصة فاجتمع أربعة فاجتمع أربعة على أن يسموا رسول الله هذا في الجزء الثامن من تفسير البرهان وهذا هو الجزء الثاني والعشرون من بحار الأنوار للمجلس المجلس وكان معاصرا لهاشم البحراني توفي المجلس سنة 1110 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان إنه الجزء الثاني والعشرون أيضا نقل عن تفسير علي ابن إبراهيم عن نسخة موجودة في زمانه الكلام هو هو الذي قرأته من تفسير البرهان فاجتمعوا أربعة على أن يسموا رسول الله كلمة أربعة حذفت من النسخة التي بين يديه وهذا مثال من الأمثلة على التصحيف والتحريف هذا خطعا تحريف متعمد وهو تحريف شيعي هذا ما هو بتحريف سني هذا تحريف شيعي هذا الكتاب تعرض لتحريف في الكثير من المواطن من قبل علماء الشيعة فاجتمع أربعة على أن يسموا رسول الله فنزل جبرائيل على رسول الله بهذه السورة يا أيها النبي لم تحرم ما أحلى الله لك إلى قوله تحلة أيمانكم يعني قد أباح الله لك أن تكفر عن يمينك وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به أي أخبرت به وأظهره الله يعني أظهر الله نبيه على ما أخبرت به وما هموا به ما هموا به من قتل رسول الله تسميماً عرف بعضه أي أخبرها وقال لما أخبرت بما أخبرتك وقوله وأعرض عن بعض قال لم يخبرهم بما علم مما هموا به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما الخطاب لعائشة وحفصة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين يعني أمير المؤمنين عليه السلام إلى آخر ما جاء من بيان وتفسير مستند إلى أحاديث العترة الطاهرة هذا الكلام موجود أيضاً في الجزء الثالث من كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم هذا المجلد يستمل على ثلاثة أجزاء وهذا الكتاب كتاب معروف كتاب معروف اعتمد فيه اعتمد فيه مؤلفه علي ابن يونس العاملي النباطي المتوفى سنة ثمانمية وسبعة وسبعين للهجرة اعتمد مؤلفه على أهم المصادر من كتب الشيعة والسنة هذه الطبعة طبعة المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية إنها الطبعة الأولى صفحة مية وثمانية وستين من الجزء الثالث من هذا الكتاب وفي حديث الحسيني ابن علوان والديلمي عن الصادق عليه السلام في قوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا هي حفصة قال الصادق عليه السلام كفرت في قولها من أنبأك هذا وقال الله فيها وفي أختها في أختها في كفرها إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما أي زاغت صغت أي زاغت والزيغ الكفر وفي رواية أنه أعلم حفصة أن أباها وأبا بكر أباها عمر أن أباها وأبا بكر يليان الأمر فأفشت إلى عائشة فأفشت إلى أبيها فأفشى إلى صاحبه فاجتمع على أن يستعجل ذلك يسقينه سما فلما أخبره الله بفعلهما بفعل أبي بكر وعمر هم بقتلهما فحلفا له أنهما لم يفعلا فنزل نزل قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمِ إنها الآية السابعة بعد البسملة من سورة التحريم تلاحظون أن الكلام الذي جاء في الصراط المستقيم مأخوذاً من أحاديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه لكنهم قطعوا الأحاديث لم تصل إلينا الأحاديث كاملةً والكلام هو هو في تفسير علي بن إبراهيم لأنه قد أجمل الكلام مما ورد في العديد من الروايات وهذا الإجمال قد يكون من علي بن إبراهيم وقد يكون من غيره والذي يغلب على ظني إنه من غيره مثلما حذفوا كلمة أربعة أجمل مضامين الروايات لكي تضيع الكثير من الحقائق ولكن مع كل هذا فإن الحقيقة واضحة أصبروا علي ستتجلى الأمور شيئاً فشيئاً ولكن نذهب إلى فاصل المفردة الأولى صارت واضحة لدينا فيما يرتبط بالتحريم هناك مفردة ثانية مهمة جداً إنها مفردة الكيت مفردة المكر فهناك المكر الإلهي ويأتي في سياقه المكر النبوي الكيد الإلهي ويأتي في سياقه الكيد النبوي لماذا أحدثكم عن هذه المفردة؟ لأن لأن الذي تحدثت عنه سورة التحريم سورة من صور الكيد الإلهي والذي يساوقه الكيد النبوي دعوني أقرب لكم الفكرة ومن القرآن نفسه من مفردات القرآن نفسه إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنبياء أصبروا علي كي تصل إلى الحقيقة الكاملة إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنبياء وإلى الآية الحادية والخمسين بعد البسملة وما بعدها وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينَ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ بعد هذه المحاورة قطعاً القرآن ينقل لنا الصور بنحو مقتضب ماذا قال إبراهيم بعد هذه المحاورة؟ وتالله إنه يقصب وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين هذا كيد نبوي وهو يساوق الكيد الإلهي هذا هو كيد نبوي وإلهي فإبراهيم هو الذي بادرهم بالنقاش وهو الذي جاد لهم وهو الذي حاججهم قولوا ما تشاءون وبعد ذلك قال لهم وبنحو علني مع تأكيد ما يريد بقسمه وهم يعرفون أن إبراهيم ليس كاذباً ولا يحتاج إلى قسم حتى وإن كان يكفر بآلهتهم يعرفون صدقه وأمانته وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون علق الفأس في رقبة الصنم الأكبر وكسر بقية الأصنام فجعلهم جذاذاً كسرها تكسيراً حطمها تحطيماً فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم إلا ذلك الصنم الكبير الصنم الأكبر علق الفأس في رقبته إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم هم لم يكتشفوا هذا من تحقيقه هو الذي خطط أتحدث عن إبراهيم هو الذي خطط لأجل أن يقوم بهذا الأمر وفي الوقت نفسه خطط أيضاً أن يجعل هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام خطط لهم أن يعرفوه فهو الذي حاججهم وأقسم أمامهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين أجدوا مجالاً أجدوا فراغاً أجدوا وقتاً مناسباً وأنا سأفعل ما أفعل بأصنامكم ونفذ هذا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون كل هذا قد خطط له إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا هذا الفأس في رقبته قال بل فعله كبيرهم هذه آلة الجريمة موجودة عنده حينما يحقق المحققون في الجرائم أول شيء يبحثون عن يبحثون عن أهلة الجريمة هذه آلة الجريمة معلقة في رقبته قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبير ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ماذا تفعلون هذا إبراهيم قد فضحكم ماذا تفعلون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم ماذا يقولون لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون لماذا تطلبوا منا أن نسألهم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ما عندهم من جواب قالوا حرقوه حرقوه خلصونا من نداء الحق هذا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلي كل هذا قد خطط له إبراهيم كل هذا البرنامج وإبراهيم كان عارفا من أن نهاية الأمر ستكون هكذا هنا يتجلى الكيد الإلهي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أي نار عظيمة قد أججها النمرود ووضعوه في المنجنيق الروايات تحدثت عن ذلك أنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل هذه الواقعة وضعوا إبراهيم في المنجنيق وألقوا به في تلك النار العظيمة وحينما أطل النمرود على النار وجد إبراهيم جالسا في روضة من رياض الجنة في تلك النار العظيمة ولذلك أصيب بالرعب وخرج إبراهيم من النار ولأنه أصيب بالرعب ما تجرأ على قتله بالسيف مثلا أو بصلبه وإنما قال له عليك أن تخرج من العراق فخرج إبراهيم من العراق هذا هو سبب خروجه من العراق لأن النمرود حينما وضعه في تلك النار العظيمة وأطل على النار وجد إبراهيم في أحسن حالة وقد لبس قميصا جميلا هذا القميص الذي جاء به جبرائيل هو هو القميص الذي أخرجه يوسف من التميمة وهو في مصر فشم يعقوب وهو في فلسطين رائحة ذلك القميص هذا هو قميص إبراهيم الذي نزل به جبرائيل عليه من الجنة التفاصيل موجودة في رواياتنا وهي جميلة جدا لكن المقام ليس منعقدا للخوض فيها فكل هذا كان قد خطط له إبراهيم هذا هو مصداق من مصاديق الكيد الإلهي الذي يساوقه معه هو الكيد النبوي فكيد الله هو كيد الأنبياء وكيد الأنبياء هو كيد الله تلاحظون أن القصة بدأت بتخطيط مسبق من إبراهيم تدبروا في الآيات هو الذي بدأ المحاججة وحينما أوصل المحاججة إلى النقطة التي يريدها أقسم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ورسم البرنامج رسم البرنامج كاملا كسر الأصنام جعلها جذاذا ترك الصنم الأكبر علق الفأس في رقبته وجاءت المحاورة إلى أن وصلوا إلى هذه النتيجة بعد أن كانوا في غاية المهانة بين يدي إبراهيم مثلما يقول القرآن ثم نكسوا على رؤوسهم ما هذه المسخرة ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فنزل قول إبراهيم عليهم كالصاعقة أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ما هو الجواب قالوا حرقوه حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هنا جوهر الموضوع وأرادوا به كيداً هم أرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيداً لكننا كدنا لإبراهيم فجعلناهم الأخسرين إلى آخر ما جاء من الآيات في السياق نفسه بخصوص برنامج إبراهيم الخليل لو ذهبنا إلى سورة الصافات إلى سورة الصافات وإلى الآية الحادية والتسعين بعد البسملة الموضوع هو هو فراغ إلى آلهتهم فراغ إلى آلهتهم أي توجه إلى المعبد الذي فيه الأصنام فقال لتلك الأصنام فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضرباً باليمين فأقبل إليه يزفون هذا عرض للقصة بنحو إجمالي قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابن له بنياناً فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين التأكيد على إلى موضوع الكيد كيد الكافرين وهناك كيد الله والأنبياء هذا كيد وبرنامج للمكر الإلهي لأجل أن يحقق إبراهيم مضمون رسالته لكنه كيف حقق ذلك عبر مكيدة جعلهم يفرغون ما في أجوافهم فكشفوا ضلال عقيدتهم وكشفوا في الوقت نفسه إجرامهم وهذا هو الذي كان يريد إبراهيم الخليل إبرازه وإخراجه إلى الواقع ولذا بعد أن اتنحت الصورة في ذلك المجتمع تفككت إمبراطورية النمرود بعد هذا البرنامج تفككت إمبراطورية النمرود وهذا موضوع خارج عن بحثنا مثال آخر من أمثلة الكيت ما جاء في سورة يوسف إنها الآية الخامسة بعد البسملة يعقوب النبي يقول ليوسف في صغره قبل أن يأخذه أخوته وأرادوا أن يقتله قصة يوسف قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين هذا كيد شيطاني قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا في سورة نفسها إذا ما ذهبنا إلى ما قام به يوسف من وضع صواع الملك في وعاء أخيه بن يامين قبل أن يعرف أخوة يوسف أخوة يوسف من أن عزيزة مصر هو أخاهم يوسف في الآية السبعين بعد البسملة من سورة يوسف فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه في رحل أخيه بن يامين ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون الواقعة المعروفة لا أجد وقتا للدخول في تفاصيلها حتى نصل إلى الآية السادسة والسبعين بعد البسملة فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه وهو جزء من برنامج الكيد هنا هذه مكيدة مكيدة أراد من خلالها يوسف أن يبقي من يامين عنده وأن يجعل أخوته في حالة يخرجون الذي في أجوافهم ولذا قالوا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له وأراد من البرنامج كله أن يجتمع بأسرته بأبيه النبي يعقوب حكاية يوسف ويعقوب فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف الله هو الذي يقول مع أن الواقعة أسرية شخصية ولكنها جاءت وفقا لكيد إلهي في قصة إبراهيم كان الأمر يرتبط بالأمة يرتبط بالناس جميعا إنها قصة التوحيد الإبراهيمي في قصة يوسف الكيد هنا يرتبط بأمر أسري فكل هذه الواقعة ترتبط بشأن أسري بشأن عائلي من شؤون عائلة يعقوب النبي فهذا يوسف وهذا بنيامين وهؤلاء أخوته إلى بقية التفاصيل التي تعرفونها في قصة يوسف ففي قصة إبراهيم هناك كيد إلهي في أمر يتعلق برسالة التوحيد لكل الأمة لكل الناس وفي قصة يوسف هناك كيد إلهي مثل ما تقول الآية كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فهذا الكيد يأتي بهذا السياق وبهذا اللحظ في شأن أسري وعائلي ولا أريد أن أطيل الكلام أكثر من ذلك لكنني سأذهب بكم إلى سورة الطارق الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة والتي بعدها من الآيات إنهم يكيدون كيدا من هم؟ هم الذين هم في مواجهة القرآن هؤلاء الذين هم في مواجهة القرآن همو هموا همو الكتاب رسول الله بالكتاب والعترا هؤلاء هموا هموا الذين كادوا كيدهم في واقعة رزية الخميس إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا كيدهم في مواجهة كيد الله وهو المضمون في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه بكيدكما فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين إنهم الكافرون ببيعة الغدير ماذا نقرأ في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هؤلاء هم هم فمهل الكافرين أمهلهم رويدة نقرأ في تفسير القمي في الأحاديث التفسيرية عن العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها الطبعة نفسها في صفحة التاسعة والأربعين بعد السبعمائة ماذا جاء في أحاديث العترة في بياني مضمون هذه الآيات إنهم يكيدون كيدا قال قال الإمام قال كادوا رسول الله وكادوا علي وكادوا فاطمة إنهم يكيدون كيدا هؤلاء أئمة الأئمة محمد وعلي وفاطمة البرنامج الإبليسي الذي نفذ عبر أصحاب الصحيفة وأصحاب السقيفة نفذ البرنامج بخصوص أئمة الأئمة قتلوا محمدا وحاولوا قتل علي لكنهم لم يستطيعوا لكنهم قتلوا فاطمة إنهم يكيدون كيدا قال كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمة فقال الله يا محمد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم فما الذي يحدث ينتقم لي القائم الله يقول ينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش إنهم أصحاب الصحيفة وأصحاب السقيفة وبني أمية وسائر الناس فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم 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 هذا الإمهان لوقت بعث القائم ماذا سيفعل القائم ينتقم لله من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس فهذه الآيات تتحدث عن كيد إبليسي وعن كيد إلهي في مواجهة الكيد الإبليسي هناك مفردات حساسة وحساسة جدا لابد أن نتحدث عنها كي تتضح الصورة كاملة نذهب إلى فاصل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا قتلوا محمدا قتلوا فاطمة وبعد ذلك قتلوا أهليا أيضا إذن أين هي نتائج الكيد الإلهي ففي قصة إبراهيم فإن إبراهيم حين ألقي في النار كان في روضة من رياض الجنة وفي قصة يوسف فإن يوسف تصالح مع أخوته والتقى بأبيه حكاية كانت نهايتها جميلة جدا وإبراهيم خرج عزيزا من العراق سالما معافا محمد قتلوه علي قتلوه فاطمة قتلوها إنهم يكيدون كيدا وهذه نتائج كيدهم إذا كتب الكتاب كتبت الصحيفة قتل الحسين إذا كتب الكتاب قتل الحسين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا هذه الدماء تعجل برنامج الله هذه الدماء تسرع برنامج الله نحن حينما نقرأ في الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هم يخططون لقتله منذ زمن بعيد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الكلام قبل الهجرة وإذ يمكر بك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إنهم كانوا يخططون في بعض مخططاتهم أن يأخذوا النبي ويحجروه في مكان يحبسوه في مكان حتى يموت تحت أنظارهم وهناك من اقترح أن يقتلوه وهناك من اقترح أن يخرجوه إلى أن دخل إبليس إبليس الأبالسة بصورة الرجل النجدي والذي خطط لهم أن يقتلوا النبي بالطريقة التي حاولوا تنفيذها أن يجمعوا أقوى الشباب من مختلف قبائل قريش فقبيلة قريش قبيلة كبيرة ولها بطون وأفخاذ إنها فروع قبيلة قريش حكاية هجرة النبي ومبيت الأمير في فراش النبي بتفاصيلها خلاصة القول إنهم يخططون لقتله منذ زمن بعيد خططوا لقتله منذ أن كان جنينا خطط إبليس مع اليهود وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ برنامج الله هنا أن يبقى محمد صلى الله عليه وآله حياً وأن ينجو من اغتيالهم وأن يهاجر إلى المدينة وأن يكون وأن يكون حتى تكتمل مرحلة التنزيل إلى بيعة الغدير ولكن إذا ما وصلنا إلى بيعة الغدير فإن برنامج كيد الله سيكون مختلفاً منطق القرآن يختلف عن المنطق الترابي أقرب لكم الفكرة بمثال قرآني إنها سورة غافر والتي قد تسمى في بعض المصاحف بسورة المؤمن سورة غافر الآيات التي تتحدث عن قصة مؤمن آل فرعون لا أريد أن أقرأها بكاملها الوقت ضيق قصة مؤمن آل فرعون بعد أن نصح قومه إنها الآية الرابعة والأربعون بعد البسملة وما بعدها فستذكرون فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم بعد أن بين لهم الحقائق ووضحها ووضحها لهم رفضوا 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 نصيحته ودعوته إلى الحق فكان هذا جوابه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فماذا كان جواب الله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب نقف عند هذه الكلمات القرآنية فوقاه الله سيئات ما مكروا ماذا نقرأ في أحاديث العترة هذا تفسير القمي في صفحة التاسعة والتسعين بعد الخمسمائة وقوله وقوله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا يعني مؤمن آل فرعون فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والله والله لقد قطعوه إربا إربا فوقاه الله سيئات ما مكروا هكذا قال مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله هكذا يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب الإمام الصادق يقول والله يقسم الإمام لتأكيد المعنى والله لقد قطعوه إربا إربا ولكن وقاه الله أن يفتنوه في دينه الكيد الإلهي في بعض الأحيان بسبب الظروف والملابسات الموضوعية وبسبب حال الأمم يكون بهذه الصورة ماذا نقرأ في الكافي الشريف وصاحب الكافي هو التلميذ علي بن إبراهيم القموي ما قرأته عليكم قبل قليل من كتاب الأستاذ وهذا كتاب التلميذ هذا كتاب الكافي للكليني المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران إنه الجزء الثاني في صفحة الرابعة والأربعين بعد المائتين الباب الذي عنوانه باب سلامة الدين الحديث الأول بسنده بسند الكوليني عن أيوب ابن الحر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا فقال أما لقد بسطوا عليه وقتلوه ولكن أتدرون ما وقاه وقاه أن يفتنوه في دينه وإلا فإن مؤمن آل فرعون قطعوه إربا إربا أما لقد بسطوا أما لقد بسطوا عليه وقتلوه ولكن أتدرون ما وقاه فوقاه الله سيئات ما مكروا وقاه أن يفتنوه في دينه إذن إذا أردنا أن نفهم مضامين القرآن لابد أن نفهم المفردات والمصطلحات في الثقافة القرآنية بحسب منهج بيعة الغدير ديننا نأخذه من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم بعيدا عن قذارات وسخافات وتفهات السقيفتين السقيفة بني ساعدة والسقيفة النجسة القذرة سقيفة بني طوس أعتقد أن الصورة بدأت تنجلي شيئا فشيئا نذهب إلى فاصل حينما نقرأ في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم وإن تظاهر عليه الخطاب لعائشة وحفصة وإن تظاهر عليه المظاهرة هي التعاون فيما بين مجموعة من الناس وهذا التعاون يكون موجها ضد جهة معينة الآية هنا تتحدث عن مظاهرة ضد رسول الله وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ومر علينا في الحلقات المتقدمة كيف تحدث القرآن عن أهم حدث في تأريخ الإسلام إنها الهجرة وكيف تحدث القرآن عن يوم الفرقان عن يوم بادر وكيف أن الله مد المسلمين بعدد معين من الملائكة وبينت لكم ماذا قال القرآن عن أهم بيعة في مرحلة التنزيل إنها بيعة الرضوان التي ذكرت في سورة الفتح مر هذا الكلام لأجل أن أقارنه بما جاء من عظيم المعنى وشديد التهديد والوعيد في هذه الآية فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ومن هنا فاعرفوا فاعرفوا مدى التحريف ومدى ومدى الضلال حينما تفسر سقيفة بني ساعدة صالح المؤمنين بأبي بكر وعمر والآية أساسا هي في مواجهتهم هكذا حرف الدين الآية أساسا في مواجهتهم وصالح المؤمنين أمير المؤمنين هذا في رواياتنا وحتى في روايات السنة موجود هذا في كتبه وفي العديد من كتبه لكنهم أيضا يصرون على أن صالح المؤمنين المراد من هذا العنوان أبو بكر وعمر مع أن الآية في حقيقتها هي في مواجهتها أولا لو ذهبنا إلى سورة الأحزاب وإلى الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا هذا هو صالح المؤمنين إنه علي بعيدا عن كتب الشيعة هذا الكتاب إنه الجزء السادس من الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي أحد أئمة الشوافع المتوفى سنة تسعمية ودعش للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والعشرين بعد الخمسمائة وأخرج ابن أبي حاتم هذا محدث برأسه وأخرج ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم هذا هو عبد الرحمن ابن محمد التميمي المتوفى سنة ثلاثمية وسبعة وعشرين للهجرة يقال له ابن أبي حاتم أبوه من أئمة السنة إنه أبو حاتم الرازي من كبار المحدثين عند السنة وابنه هذا عبد الرحمن هو أيضا من كبار المحدثين ومن كبار المفسرين عنده وأخرج ابن أبي حاتم هذا كيان وابن مردوي هذا أبو بكر أحمد ابن مردوي الإصفهاني من كبار المحدثين عند السنة المتوفى سنة أربعمية وعشرة للهجرة هذا كيان ثاني وابن عساكر إنه علي ابن الحسني ابن عساكر الدمشقي من أئمة الشوافع المتوفى سنة خمسمية وواحد وسبعين للهجرة هذه كيانات علمية كل واحد له كتبه له مدرسته له أسانيده له طرقه وأخرج ابن أبي حاتم أولا وابن مردوي ثانيا وابن عساكر ثالثا هذه الاتجاهات أخرجت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف يعني أن الكلام عند ابن مسعود هو جزء من القرآن وكفى الله المؤمنين القتال بعلي ابن أبي طالب هؤلاء شيعتهم ابن أبي حاتم شيعي ابن مردوي شيعي ابن عساكر شيعي هؤلاء مذمومون أم أنهم من كبار علماء الحديث هذا الكتاب شيعي الدر المنثور في التفسير بالمأثور شيعي هذا الكتاب هذا لإمام من أئمة الشوافع وهؤلاء هم الذين يرون هذه الروايات سيضعفونها لكم مع أنهم يوثقون هؤلاء بالضبط كحكاية ابن حزم الأندلسي حينما قرأت عليكم يوم أمس من كتابه المحلى ما أورده من أخبار وأحاديث عن الوليد ابن جميع في أن أبا بكر وعمر وفلان وفلان خططوا لقتل رسول الله في عقبة تبوك ما قرأته عليكم من كتاب المحلى لابن حزم الأندلسي أخبار موجودة في كتبهم والرواة من رواة حديثهم فالوليد ابن جميع من رواة حديثهم ماذا قال ابن حزم الأندلسي قال عن الوليد ابن جميع من أنه هالكون وضعف الأحاديث عودوا إلى كتب الرجال وكتب الحديث في المكتبة السنية فإن الوليد ابن جميع من الممدوحين ومن الموثقيين وممن تقبل أحاديثهم مسلم في صحيحه يروي عنه أليس مسلم في صحيحه لا ينقل الأحاديث إلا عن الثقات مسلم في صحيحه في صحيح مسلم روا مسلم عن الوليد ابن جميع عودوا إلى الموسوعات الرجالية عندهم على سبيل المثال البداية والنهاية لابن كثير الإصابة لابن حجر العسقلاني ميزان الاعتدال للذهب لو كان المقام منعقدا لهذه المسألة لجئتكم بهذه المصادر مثلما جئتكم بهذه المصادر التي بين يدي عودوا إلى هذه الكتب إلى البداية والنهاية إلى الإصابة إلى ميزان الاعتدال هذه الجوامع الرجالية المعروفة في المكتبة السنية ستجدون أن الوليد ابن جميع من الموثقين من الممدوحين ولكن حينما روى الحقيقة قال عنه ابن حزم الأندلسي من أنه هالكون ومن أن أحاديثه محض كذب وافتراب وهذا ما هو بمستغرب عليه الأمر هو هو لو سألتموهم عن ابن أبي حاتم وعن ابن مردوي وعن ابن عساكر وعن ابن مسعود لا مدحوهم ولكن قولوا لهم من أن السيوطي والسيوطي أيضا يعدونه نابغة من النوابغ وفلتة من فلتات الدهر سلوهم عن السيوطي من دون أن تذكروا هذا الحديث سيمدحونه سلوهم عن ابن أبي حاتم سيمدحونه سلوهم عن ابن مردوي سيمدحونه سلوهم عن ابن عساكر سيمدحونه سلوهم عن عبد الله بن مسعود الصحابي سيمدحونه ولكن قولوا لهم بأن السيوطي في كتابه الدر المنثور روى عن ابن أبي حاتم وعن ابن مردوي وعن ابن عساكر وهؤلاء كل شخص كل اسم يمثل مؤسسة لوحده مؤسسة علمية هؤلاء كلهم نقلوا الرواية عن ابن مسعود من أنه كان يقرأ وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب سيضعفون لكم الأحاديث وسيبدأون للبحث عن أمور يستدلون بها على التنقيص من هؤلاء المشكلة ليست في السيوطي ولا في كتاب الدر المنثور ولا في ابن أبي حاتم ولا في ابن مردوي ولا في ابن عساكر ولا في ابن مسعود المشكلة عند علي علي هو المشكلة المشكلة هنا وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب هذا تفسير من تفاسيرهم ومجمع من مجامع أحاديثهم وهؤلاء أئمتهم جلال الدين السيوطي ابن أبي حاتم الرازي ابن مردوي الإصفهاني وابن عساكر الدمشقي وعبد الله ابن مسعود الصحابي لكننا ماذا نصنع لأبناء الزواني ماذا نصنع لأبناء الزواني ماذا نصنع له هذا هو الواقع لا يبغضك يا علي إلا ابن زنا لا يبغضك يا علي إلا ابن زنا لا يبغضك يا علي إلا منافق وهذا موجود في كتبه وهذه الأحاديث ليست خاصة بشيعة هذه الأحاديث موجودة في كتبه هذا الكتاب معجم القراءات القرآنية وهو موثق من الأزهر الوثيقة التي توثق هذا الكتاب من الأزهر موجودة في بداية الجزء الأول معجم القراءات القرآنية وهذا هو الجزء الرابع إعداد الدكتور أحمد مختار عمر من جامعة القاهرة والدكتور عبد العال سالم مكرم من جامعة الكويت سابقا هذه الطبعة طبعة عالم الكتب في صفحة السادسة والثمانين في قراءة هذه الآية وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ أورد هذا المعجم قراءة ابن مسعود وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بِعَلِيهِ فهذه قراءة موجودة في كتبهم موجودة في تفاسيرهم نقلها أئمة الحديث عنده هل يقبلون الحقيقة لن يقبلوها ولذا فإنهم حين يأتون إلى الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ يقولون من أن صالح المؤمنين أبو بكر وعمار بالضبط مثلما تفاسيرهم وكتب القراءة عندهم تصرح لأن قراءة من قراءاتهم من قراءات الصحابة وكفى الله المؤمنين القتالة بعلي بن أبي طالب هكذا أوردها جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور وقد قرأتها عليكم قبل قليل وتفاصيل واقعة الأحزاب بغض النظر عن هذه القراءة وبغض النظر عما يقوله المفسرون والمحدثون تفاصيل واقعة الأحزاب تشهد بهذه الحقيقة فإن الذي أنهى المعركة بكاملها علي وكفى الله المؤمنين القتال بعلي وعلي هو الكافي لكن لماذا حينما ذكر علي في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة التحريم ذكر الله وجبريل والملائكة فهل أن علي لا يكفي هنا علي يكفي هنا مثلما كان علي كافيا في سورة الأحزاب فإن علي فإن علي يكون كافيا هنا في سورة التحريم لكن سورة أرادت أن تبين خطر الموضوع وعظمة الموضوع ومن أن الموضوع الذي تتحدث عنه السورة في غاية الخطورة هذا برنامج لتدمير مشروع الغدير ويتجلى ذلك في قتل رسول الله وقتل أمير المؤمنين وقتل الزهراء وقتل العترة الطاهرة وتدمير كل شيء وتدمير من كان من الشيعة في ذلك الزمان من أمثال سلمان والمقداد وأبي ذار وبعد ذلك هناك تأسيس لحكومة كافرة بدين رسول الله وكافرة بمشروع الغدير لكنها تتلبس كذبا لأنها تسير على سنة رسول الله وأدل دليل على ذلك أنكروا بيعة الغدير أحرقوا بيت علي وفاطمة قتلوا الزهراء وأسقطوا جنينها أخذوا أخذوا يتتبعون الذين قالوا إننا بايعنا علي وما بايعنا أبا بكر فلا ندفع الحقوق الشرعية لأبي بكر فقالوا فقالوا إن هؤلاء ارتدوا وذهبوا يحاربونهم وذكرت لكم مثالا في الحلقة الماضية كيف أن خالدا خالدا قتل مالك ابن نويرة لأنه رفض الخضوع لخلافة أبي بكر فأرسل أبو بكر خالدا كي يقتل مالك ابن نويرة ولأن مالكا كان من الرجال الشجعان فاحتال عليه خالد أن نزل عنده ضيفا وقتله غدرا وزنى بزوجته في الليلة نفسها وكان الذي كان كل هذا جرى وفعلوا ما فعلوا أبو بكر بنفسه بنفسه أحرق أحاديث النبي وعمر وعثمان فعلوا ما فعلوا في القرآن وأحرق المصاحف التي أثبت فيها أصحاب المصاحف تفسير رسول الله لقرآنه بخصوص عترته الطاهرة الحكاية طويلة والجرائم كثيرة لها أول وليس لها آخر وهذه النتائج أمام أعيننا هذه الأمة الغبية الضالة المتحيرة في أمرها والتي لا تعرف طريقها إلى هذه اللحظة نذهب إلى فاصل هل تعتقدون فعلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لشهوة جنسية كان بينه وبين مارية القبطية في حجرة حفصة كما يفعل أي زوج مع زوجته هل كان هذا الأمر قد تحقق عمليا تحقق هذا الأمر ولكنه جزء من برنامج كيد النبوي هذا ما ستعرفونه في حلقة يوم غد حلقة يوم غد ستكون هي الأخيرة هناك الكثير من المطالب لا أجد وقتا لبيانها لكن المطلب الأهم هو هذا النبي كان منه الذي تحدثت عنه الروايات تناول مارية في حجرة حفصة ولكن النبي قام بهذا ضمن برنامج الكيد النبوي أراد أن يستخرج ما في أجواف القوم وأراد أن يعجلهم وأن يستعجلهم في تنفيذ برنامجهم حتى حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وآله أن يحافظ على العترة الطاهرة لأنهم حينما يستعجلون في البرنامج سيرتبكون سيرتبكون بعض الشيء مخططهم الأصل أن يقتلوا النبي والعترة الطاهرة لكن النبي أربكهم وقدم نفسه قربانا لأن النبي أوكل أمر الأمة إلى العترة بحسب وصيته فلأجل أن يحافظ عليها قام بهذا المخطط وضربت لكم مثالا ماذا فعل إبراهيم في مخططه وضربت لكم مثالا ماذا فعل يوسف في مخططه وهذا مخطط محمد صلى الله عليه وآله ذهب إلى مركز الجريمة ذهب إلى حفصة كي يوصل من خلالها ما يريد أن يوصل تفاصيل الموضوع تأتينا يوم غد إن شاء الله تعالى اللهم يا رب الحسين اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام نلتقي على مودة فاطمة وآل فاطمة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم دعا جميعا في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة